نعم يرى 27 إصابة خلال هذه المواجهات التي اندلعت في أعقاب دائميات الفلسطينيين صلاة الجمعة في عدد من مناطق شمال الضفة الغربية هنا في قريوت وجالود إلى الجنوب من مدينة نابلس تصدى الشبان الفلسطينيين لاقتحام المستوطنين لنبع مياه السلون وقريوت إلى الجنوب من البلدة فيما يعرف بمناطق البيدر في بلدة قريوت حيث يحاول المستوطنون السيطرة على هذه المنطقة وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي وابلا من القنابل الغازية في بلدة بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس قامع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة بإطلاق القنابل الغازية والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي سوى العشرات من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أقرب نقطة من المنطقة الشرقية الممتدة من شرق البلدة باتجاه مناطق المطلة على الأغوار حيث يقيم مستوطن منذ نحو سنة بؤرة استيطانية في المنطقة وبدأت تأخذ بالتوسع وكذلك أيضا في بلدة بيتا في محيط جبل صبيح اندلعت المواجهات وقمع جيش الاحتلال أيضا المسيرة في بلدة كفر قدوم إلى الشرق من مدينة قلقيليا أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص المطاطي المغلف المعدني المغلف بالمطاط في خلال المواجهات والعشرات بالاختناق وذلك ردا على استمرار إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي طريق البلدة الذي يربط كفر قدوم بمدينة نابلس منذ الانتفاضة الثانية المشهد آخذ في التوسع سيما مع استمرار المشاريع الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية لو تحدثنا أكثر خالد عن الأطماع في هذه المنطقة بالتحديد يعني الأطماع الاستيطانية من قريوت إلى جالود إلى بيت دجن إلى بيتا وكذلك أيضا في كفر قدوم عدد من محافظات شمال الضفة الغربية تهدف إلى حزام استيطاني هذا الحزام يتم ربطه ما بين المستوطنات الكبرى على القمم الجبلية وعلى امتداد طبعا مناطق المحيطة بمدن نابلس وقلقيليا وتول كرم وكذلك أيضا سلفيت وكذلك أيضا في أطراف مدينة جنين عبر إقامة طبعا البؤر الاستيطانية التي تعمل على تعزيز التواصل الجغرافي ما بين المستوطنات الكبرى وبالتالي الأطماع واضحة السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني وكذلك أيضا منع المزارعين من الاقتراب من أراضيهم تحت وتيرة الاعتداءات المتصاعدة والمتكررة في عدة مناطق من الضفة الغربية لذلك فإن الرسائل الشعبية التي رصدناها اليوم من هنا في بلدة قريوت هي تنظيم أوسع مشاركة يوم الجمعة المقبل على الأقل في هذه المنطقة ردا على الاقتحامات المتكررة وأنها لن تكون في جهة منقابلة إنما في النقطة التي يستهدفها المستوطنون لمحاولة السيطرة عليها تحت مزاعم روايات دينية وأخرى طبعا تحت أطماع استيطانية لتوسعة الطبوط الاستيطاني كما جاء في تصريحات بشار القريوت مسؤول ملف الاستيطان جنوب مدينة نابلس لقناة الغد قبل قليل في هذه المنطقة هنا انسحب جيش الاحتلال وانسحب المواطنون لكن الأطماع تبقى حاضرة لمزيد من السيطرة على الأراضي سواء كان ذلك في محيط مدينة نابلس أو المناطق المطلة على الأغوار للسيطرة على مزيد من الأراضي خالد ايضا يبدو ان هناك تطورات في جنين هل من معلومات وردت لديك حول ما يجري او ما يحدث في جنين ومحيطها نعم يارى الوضع في جنين يعني لهيب ساخن وتوتر في ظل تحركات عسكرية اسرائيلية غير مفهومة حتى هذه اللحظة أطبقت الحصار وإغلاق الطرق وعرقلت الدخول والخروج من مدينة جنين إلى الجنوب من المدينة تحديدا في قرى سيلة الظاهر وكذلك أيضا جبع وقباطيا وميركا وصانور هناك تواجد لحواجز عسكرية اسرائيلية منتشرة بالإضافة إلى حواجز باتجاه منطقة الجلمة والطريق الالتفافي وإلى المنطقة الغربية فيما يعرف بشارع حيفا وهناك تبليغ عن تحركات عسكرية اسرائيلية إلى المناطق المطلة على مدينة جنين خلال هذا الانتشار العسكري المستمر حتى هذه اللحظة تعرضت جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين لثلاث مرات على الأقل وفق إحصاء شهود عيان في بلدة جبع إلى الجنوب من مدينة جنين حيث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتلى سطح أحد المنازل ونشر القناصة بالإضافة إلى تواجد عسكري على الطريق الرابط ما بين محافظتي نابلس وتول كارم باتجاه مدينة جنين بالإضافة إلى تواجد عسكري على ما يسمى بمفرق عرابة الذي يربط ويفصل طبعا المنطقة الجنوبية في مدينة جنين عن عمق المدينة وكذلك أيضا باعتبار أن ذلك يغلق الطرق الالتفافية من مدينة تول كارم باتجاه مدينة جنين في تلك المنطقة احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان ولم يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة وكذلك أيضا صادر مركبتين بالإضافة إلى أن هذا الحدث يتزامن يرى على عجالة مع إحياء حفل تأبين للشهيد جميل العموري وهو الذي استشهد قبل نحو عام في عملية اغتيال لقوات الاحتلال الإسرائيلي نفذتها في أطراف شارع الناصرة في مدينة جنين هناك حفل دعت إليه سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لربما ذلك لمنع توافد المسلحين أو المشاركين طبعا إلى الحفل عبر هذه الإغلاقات العسكرية لجيش الاحتلال خالد بدير كنت معنا من قريود جنوب نابلس شكرا جزيلا لك